موسيقى الى تطورات الازمة الاوكرانية حيث قال الرئيس الاوكراني فلودمير زيلانسكي ان بلاده بحاجة الى مزيد من الوقت لشن هجوم مضاد على القوات الروسية حيث ينتظر الجيش الاوكراني تسلم المساعدات العسكرية التي وعد بها الغرب هذا وجد زيلانسكي رفضه الاتهام الروسي بان اوكرانيا كانت وراء هجوم مزعوم بطائرات مصير على الكريملين الاسبوع الماضي والذي وصفته موسكو بانه محاولة لاختيال الرئيس الروسي بلادمير فوتين وقال الرئيس الاوكراني انه يعتقد ان هذا الهجوم قد يكون كاذبا ونفدته روسيا نفسها وان موسكو تستخدم هذا لدعاء كذريعة لمهاجمة بلاده ذكرت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاوكرانية ان قواتها تصدت لنحو 39 هجوما روسيا في مناطق بخموت وامرينكا وليمن وابدي بكا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية واضافت الهيئة ان القوات الروسية شنت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 45 غارة جوية بالاضافة الى قصف احدى البنى التحتية المدنية في دونسك كما استخدمت انظمة الصواريخ متعددة الاطلاق 53 مرة وخاصة خلال استهدافها للقوات الاوكرانية في منطقة خرسون مضيفة انه تم تسجيل اصابات بين المدنيين جراء القصف الروسي اعلن اليابان انه اجرى محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف شمال الاطلنطي في توكيو وهو الامر الذي تسبب في غضب روسيا الرد الروسي جاء عن طريق المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا والتي اكدت ان نية الناتو هي ان يكون له موطء قدم في منطقة اسيا والمحيط الهادي تحول في المشهد في منطقة اسيا والمحيط الهادي اصار غضب الدب الروسي وذلك بعد ان اعلن وزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا ان بلاده تقري محادثات لفتح مكتب اتصال لحلف شمال الاطلنطي في توكيو سيكون الاول من نوعه في اسيا هاياشي اوضح في تصريحات صحفية ان حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي اصابت العالم بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا في اوكرانيا هو ما دفع بلاده الى اعادة التفكير في تعزيز امنها الاقليمي الرد الروسي جاء سريعا اذ اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان نية الناتو فتح مكتب للتمسيل له في توكيو دليل دامغ على سعيه ليكون له موطئ قدم في منطقة اسيا والمحيط الهادي اعتزام الناتو فتح مكتب له في العاصمة اليابانية هو بالطبع دليل اخر عملي وليس وهميا على طموحات وخطط الحلف التوسعية ليكون له موطئ قدم في منطقة اسيا والمحيط الهادي وذلك ما يعزز نهج الناتو المعادي لروسيا والصين زخاروفا اكدت ان زحف الناتو على اسيا سيؤدي الى عسكرة هذه المنطقة وتأجيج المواجهة بين الدول تصريحات المسؤولة الروسية جاءت رغم تقليل اليابان من شأن المخاوف من ان فتح مكتب في توكيو للناتو قد يزيد من تأجيج التوتر وفي وقت سابق علقت الخارجية الصينية على هذا القرار واوضحت ان اسيا لن تصبح ساحة معركة للصراعات الجيوسياسية واكدت ان توسع الناتو المستمر في شرق اسيا والمحيط الهادي وتدخله السافر في الشؤون الاقليمية سيقود بكل تأكيد السلام والاستقرار في المنطقة ويعزز من المواجهة بين المعسكرات المختلفة وفي وقت سابق علق الناتو على الامر واكد ان مكتب الاتصال لم يكن الا للتنسيق في مجال السيبراني والفضائي ومكافحة المعلومات المضللة اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ان للصين دورا مهما يمكن ان تؤديه من اجل السلام والاستقرار في العالم وذلك لدى استقبلها نظيرها الصيني في باريس وتسعى المانيا وفرنسا الى تشكيل جبهة اوروبية موحدة تجاه الصين من خلال استمالتها لاقناع روسيا بوقف الحرب في اوكرانيا وسط مؤشرات على ان اقرب اصدقاء بكين في الاتحاد الاوروبي بدأ استمالة الصين بشكل اكبر في الملف الاوكراني تسعى المانيا وفرنسا الى تشكيل جبهة المتحدة فيما يتعلق بالعلاقات مع بكين بالنسبة لفرنسا فقد اعتبرت وزيرة الخارجية كاترين كولونا ان للصين دورا مهما يمكن ان تؤديه من اجل السلام والاستقرار في العالم وذلك لدى استقبال نظيرها الصينية شينغانج في باريس مجددا تأكيد على وجوب سعي بكين الى اقناع روسيا بالعودة الى الاحترام الكامل لميثاق الامم المتحدة رد بكين جاء فوريا اذ قال وزير الخارجية شينغانج ان بلاده ستحافظ على اتصالاتها مع كل الاطراف في ازمة اوكرانيا ضمن جهودها الرامية لوقف اطلاق النار مؤكدا ان الصين لن تكتفي بالوقوف في موقف المتفرج ولن تصب الزيت على النار على حد تعبيره ولد كل من برلين وباريس رسالة مشتركة مفادها استمالة الصين ودعوتها الى الضغط على روسيا من اجل انهاء الحرب في اوكرانيا وهو ما تم تأكيده خلال لقاء جامع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع نظيرتها الالمانية انالينا بيرباوكا تزامنا مع جولة اوروبية لوزير خارجية الصين اصدر الرئيس البيلاروسي اليكزاندر لوكاشينكو مرسوما صادق بموجبه على الاتفاق المبرم مع موسكو لنقل اليورانيوم الملضب من مفاعلات بيلاروسيا الى روسيا لتدويره واعادة تسليمه لمانسك هذا وكلف الرئيس لوكاشينكو حكومة بلده باتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ بنود الاتفاق وسبق للبرلمان البيلاروسي ان صادق بمجلسيه على الاتفاق في ابريل الماضي موسيقى